يعني إيه؟ شعري مقصف أو تأصيف الشعرين؟ الشعر أساساً أكيد كل 4-5 شهر لازم يتأص ولو سونتي ولو هيك شوية صغيرة بس كل 4-5 شهر الشعر نرجع النشطة للشعر لازم تتأص شوية لأن الشعر بتوصل لوقتي بتطول بالشهر من سونتي لسونتي ونص حسب جسم الإنسان يعني صحته يعني فلازم كل شوية نرجع نقوية للشعر خصوصاً الناس اللي بتحب تطول شعره غلط إنه يتركوا شعره سنة ممكن يسيبوا شعره سنة أنا عايزة أطول شعره فبتسيبه وممكن تسيبه سنة يبتدي بقى يأصف الشعر بتوصل لوقت تصير 2 من أطرافه وطلوع من نصه وطلوع بتصير تفتح شعره تصير 2 لأن الشعر أصلاً عبارة عن شليمونة بشكلها مثل الشليمونة بالزبط فتنتزع بتبوز يعني وتبتدي تأصف تفتح 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 تبطل تقت إلى وزنة تبطل إلى لمعتها لمعتها بتروح الشكلها بيروح بتعامليها سشوار تاني يوم بتبوز أو بنفس اليوم ما بتقول تقبل حتى الكولر ما بيقعدش يقعد على الشعر المقصف كتير كتير ما بيقعدش يقعد اللون يفك بسرعة اللون يا حتى داي يروح أكيد أكيد كتير 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 طبعاً تأصيف الشعر بيروح من روناء كتير للشعر أساساً طيب خيني نسأل السؤال التاني إي قصاً اللي بيقصف الشعر استخدام السشوار غلط سواء بالبيت أو بعض يعني أو الكوفر ممكن كمان يكون في شي غلط يعني إيه غلط غلط إزاي يعني نحن اليوم بس بدنا نشف الشعرية يعني لازم السشوار دايماً ممنوع السشوار يجي دايركت على الشعر بوجها للشعر مباشر لازم إيه لأنه الشعر إيد بتكون عم تشتغل بالشعر إيد التاني فيها السشوار غلط إنه نحن نوجه السشوار على أطراف الشعر دايماً لازم السشوار من ميلة فوق بعيد عن الشعر خفيف متحرك على طول بس ما يجيش من تحت دايركت ما يجيش من هنا بيعاكسها للشعر دغرب بيبوزها بيصير يسرع بإنه تأصف أكتر وأسرع السشوار والفير استخدام الفير غلط كمان للشعر أكتر ما بتحمل حتعاني الشعر نفسها حتعاني من أي شيء ممكن توقع ممكن تتقطم ممكن هتأصف أكيد كم مرة كم مرة أكيد هتأصف الهواء الأول إذا شعرك مي غاسل شعرك وتلاطب الهواء الهواء سبب من الأسباب الكتير مهمة كمانا إنه بيأصف الشعر يعني لا شعورياً واحدة ممكن تبقى فتحة شباك العربية إخلي شعور ونزلي إذا الشباك العربية مفتوح والهواء على شعرك أكيد هذا سبب من الأسباب الكتير اللي بيأصف الشعر أسرع يعني وهكذا والصبغة كتير إشياء سوق الاستخدام دايماً هو السبب سوق الاستخدام ما فينا نقول سشوار ما بدنا نعمل لا بدنا نعمل سشوار بس كيف نعمل سشوار ونحط بروتاكتش يعني بحط إشياء تحمي الشعرية كمانا دايماً قبل السشوار والفير قبل الفير بنحط كمانا بروتاكت إنه منحمي الشعرية مواد والشعر اللي بتبقى ناشفي إلا البروداكت طبعا فطبعاً أكيد كل شعر بنحددله الدواء الصح المادة المزبوطة اللي بتمشي مع الشعر